أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال وداري عن استفادة القطاع من 1400 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2023 الوزير وخلال عرض قدمه أقول لجنة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد حول ميزانية القطاع لسنة 2023 أوضح أن وزارة المالية وافقت على منح القطاع 1400 منصب مالي ستخصص سيما لدعم التأطير البداغوجي للجامعات والمدارس العليا كما أبرز أن المبلغ الإجمالي المخصص للتجهيز في شكل رخص برامج للسنة المالية 2023 حدد بـ 27.2 مليار دينار بيمثل زيادة قدرها 88.2% مقارنة مع السنة المالية لسنة 2022 في حين بلغت اعتمادات الدفع المخصص للقطاع بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2023 ما قيمته 70 مليار دينار ما يمثل زيادة بنسبة 2.9 مقارنة بالبرنامج المالي لسنة المنصرمة موسيقى